الطحالب الحمراء الطحالب الحمراء هي نوع من أنواع الطحالب وقد سميت بالحمراء لإحتوائها على الصبغة الحمراء في كثري والتي تختلف شدتها من نوعين إلى آخر فهناك اللون الأحمر الناصع أو الأرجواني ولكن لا يمكن اعتماد هذه الصبغة صفاء تشخيصية لأنها تكون محتجبة في بعض الأنواع فقد يظهر اللون الأخضر الناصع أو البني وفي صورتها النموذجية تكون على شكل خيوط دقيقة متفرعة ومخصولة على شكل أشكال غشائية أو أوراق مشتحمة الطحالب الحمراء بالمقارنة مع الطحالب الخضراء أو البنية هي صغيرة الحجم مدقيقة وتمر بشكل متصل معا بالصخور أو بالطحالب الأخرى خصائص تكاثر الطحالب الحمراء تعتبر دورة حياة الطحالب الحمراء من أصعب وآقد دورات الحياة في الطبيعة وكثرها اختلافا كما تتميي جميع الأنواع بافتقارها إلى الخلايا تكثر التكاثرية مهدية أو مسوطة حيث تنتج الحفاظ المسجيني الإنثوي ببيضة تكون على شكل طويل ومرفوع كحب الشعي وتسمى بالتير كثير وتحتوي عند التكاثر من خلال حملة تيار المائي السيبروم إلى التيركتين الذي يتسق بها وتتحدى النواة البيضة من أجل تكوين الزيو الشيتين الذي يتعرض بطريقة مباشرة إلى الانقسام الميويزي ولا يتعرض وذلك حسب نوع التحالب طريقة تكاثر التحالب الحمراء التكاثر اللاجنسي وتم بطرق مختلفة منها تكوين الجراثيم الرباعية والتي تنتج بفعل انقسام نواة خلايا كبيرة الحجم انقساما اختزاليا ينتج عنها تكوين كيس جرثومي وتسمى بالجراثيم الرباعية لأنها تحتوي على أربعة جراثيم ولكل جراثومة تعطي جيمتين التكاثر الجنسي والذي يحتوي بالفعل التزاوج البيضي لتكوين أعضاء تذكيري التي تحتوي على جميع ذكري واحد أثابت غير متحرك وأعضاء تأنيث يتكون كل منها من خلايا تستنطق قيمتها حتى تكوين نمو خيطي أو ما يعرب بالشعر المؤنثة